ماذا عام عندك بابا حسن؟ غيرا زيال سبعين سبعين عام الآن؟ ثمانية وستين ولا سبعين؟ مراربعة وخمسين نسيب شك كاشغلو حق الزنقة؟ نسيبتنا تتخرمز وتتاخد ديالها و ديال الناس ما تتعرف لها ربي لا عبدو ما تتعرف لها بمخزن ولا بتحاجها تتقلس عدير هي اللي بغاتل والمصيبة المصيبة قلتيني بشيش قلتيني لها حقها غيرا ديال السيبي هادش قلتيني عدو الرودة سير تبعو للرودة نهار اللي مات خرجناه وديناه للرودة مني دفنناه رجعت للدار لقيت مرطي وولادي خارجي للسنقة وطيت باكا وقلتين حويسهم قلت ليهم مالكم لا تقل حويسكم ملاها ليهم سيوكم ودكشي قلت ليم سيروا تبعو للرودة مشاهدي قناة الشعب قناة شوفتها فيه مرحب لكم في تبك المباشرة مباشرة من مدينة المحمدية القصة اللي غا تسمعوا اليوم من عغرب قصص قصة اللي غا تسمعوا اليوم ما تتمنوا ان انتو حد انها تصرها ليه ولي يعيش بحالها وبحسان تزوج عنده مرار شو مهار اللي فيها ومهار اللي هي فيها وبحسان عنده نسيب ونسيب شو سيكري في سيري قاسم عنده نقدار في سيري قاسم شهات الأقدار وبحسان مات لي نسيبوه ايه ونهار الموت نهار العشاكي في مكان قولو احنا بحسان كريبي شنف المحمدية وبحسان السلام عليكم وبحسان السلام عليكم وعليكم السلام عليكم اخويا هاد المرأس جاهلا وما تتعطرف لا بربي لا بالعبد لا بالمخزن تتدير على اللي قال ليها راسها وما عنداش في انتركت هادي النار اللي كانت اخداها المرحوم دخلها عامل صنقاختامة واخداها مني ولد معها جلسة الليبنات قلبة وجهها قتلت المرحومة مرته اللي واخدانة بيتها ها قتلتها؟ هي بالسباب مشات لها مقدرت عملية هل اتفاجش حال مركبة مجوج بها؟ مجوج بها الحجة والله عمرها در هي امت هي امت مرشك ودعبها امت مرطي مني دارت العملية جوجاتها باديك الخدامة ما بغتاش تضيع والمخدامة كانت حاضرة راسها تصبن وتجففه تدير داك شي مني ولدت الولد قلبة وجهه وتصيفته ولت عثريت ولا شي طعا يعني ما شيف الصيفة اللي تخلاش بها العرنة ولا تخلاش تقلبت وجهها كانتش اخد داك ما قلشينو ناتت الحجة ومشات للروضة هي اسبابها بقى الحج كيفش هي اسبابة ابو حسن؟ هي اسبابة فقصتها الحقاش ما عرفتاش غتو تولي بحالة وكواك مني ولدت يعني في الولد خلات وصيفت مالاك في المرة تانية ترقد في مادة التاكل مني دارش بلاسة ابو حسن؟ مني ولدت في البنت اللولة قلبت الوجهة ديالة بحالة ما عمرها كانت فات صيفة ولدت واعرة وصعيبة تقلباتش عليكم؟ قلبات المرحوم عود ليكي فاشتامات المرحومة ابو حسن؟ المرحومتها هو عوداني تلستة وتسعين عدمات تنمشي نزوره مرة في الشهر تلقى داك شي تحت منه ولفراش وكل شي تلقى دار فيها مئتين وخمسين متر ومدير اللي واحد القنت وكل بحاشاك ما يعيش فيها كيز بالحاشاك شعش منهم؟ كان هزوهندووش لي عاد مني ترجعت لقدارت واحد تسيك واحد ليزار لمطات هذيك البنطة هودا عندو شوريدة شبه حسن؟ عندو شعائلة؟ كليتي تقول يمنين يومين ولا ثلتين تمشي نجيب ليه جاء قسم الله ما تياكلها شاناكلها أنوية تنقنزح موبشية كل شي شوية كليل هذه الزمن ومالجيتك الوجودة عظيّة ومنين بغيتها اقعيتها بعيدة وقلتوا لهاهاك اللي اعتبار في الحراثة ومحي معي نزحمه تنعر لي مات ويته طولينا لماذا يسمح لي يا أبو حسن؟ هذي روية منطقيين مش هاد السيد اللي مات عندو شو وليدات عندو شو عائلة من غير بنتق من غير بنتك عنده جوج بنات معها هاد المراهة هذين وعليش ما يقابلوش بامتك تقولي انه يخفر جحش منه ابا حسن هاد البنات هادو هم واعرة لقاتلي اقل سيلي هاي متنوطش ركير باقى حسن والله لا وصلاتو باها موصلحوش وعديك الامراهة جاهلة وواعرة ما تخليسي واحد يزهق هي اللي كمشك هي اللي هادا كملي يا ابا حسن كيف يشوصلحكم الخبار أن الحاج مسكين وشوف الله يرحمه عايطولنا الناس من تم قالك رامات هبطنا نجريب بولداتي بكل شيء يعني كتقالس في الدار تشاشك الخبار الحاج رامات كم تشوصلح الخبار أن الحاج لك المسكين يعني توفه مش لقشر الخبارات زيران والحباب والناس عايطولية قالي الحاج الله يرحمه جيت نجريب كم جانت علاقشك بالحاجة او ابا حسن الله عمر لي الدار دك الحاج اللي مات والله القاسم لازم ما نشكر لك شي واحد لو جاء الارض بحالة دكسيد ما يعقر ما يدير تشي حاجة وعرفها هي ما تشوى شغال ووصلوا مع المساكيل هز بنتو الده اللي عدود قالت لي قال يا خودي اش بغيتي قالت لي ما بغيت والو بغيت عبا قال اللي عدود كتب كتب كل شي اللي كاين في السفلي والهاوى لما الكشبوا؟ كتبوا البنت تقول لي وقتها المرتك الله كتبوه بقاوه حطوه يعني ما شاقفتوه حتى يقف برشي كمتايا هز بغيتهم مقراتهم وحطتهم عدو حد الناس كليين جيرين وحطت النهار اللي جرأت لها عدينهم المحام ما كو جرأت لها عوشان يا بابا جرأت عليها هي المرأة نهارة عود لي كيفاش يجرأت عليكم ابو حسان من الدار وكيفاش خرجاشكم ابو حسان عود لي ووضح لي فنقول لك نهار اللي مات المرحوم حيطولي نبتنا تم دك الليلة اللي مات بايت نتم في الدار هو ميت أهام أهام خرجنا من الدفنة ورطينا الحزر وشيين الدار وشيين الدار وشيين المصر لا جاي من الروضة الله يزعزك بخير ناري 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 قتلها سيرت بعبك للروضة الله يحاول نعلم لا تبنت زحويج عفزنقق قتلها اتبعي الباك كل شي و لورق سمية عدليا وش هذه ما في قلبها شرح ابو حسان ما في قلبها شرح شيطان في شعر يقوموا في دقيقة هذه المرأة مش شيء خلق بحالة هذه المرأة تعترف لب مخزن لب دولة لب تشي واحد واش هاد سيديش مغللوا حليها أولاد هالزنق أبا حساد والحومات يقولوا لها حم البنات ما تيحمل هالت واحد وما تيحضر مع هالت واحد معروفة جاهلة واحد جاهلة وعينها عافف لي وكيف الشخلات تجاهلت لهالت درجة بشأنها يعني بنت ليه واريد شرعي لاحصل الزنق ما كانش عارفة هاركشو بلقوا شيف سميتها الابتداعي والاستيناف وجلعي ونخرجها خرجت بس منها يعني ما كانش عارفة مكانش عارفة انه راشل هاركشو بلقوا بنته راشل غدتاخد كل شي وغادتهرف عليههم اللي باقي عندو شي حاجة تديها تخسر الفلوس وما تخليها سليهم دينا ناس تديها آه كيف كمان بيب حسن دازلش ليح سيكون قتلكوا خرجوا عليها تلاحيشوا الزنق أبا حسن لاحينا ما عدناش حق نمشيوا فين سيسوا ابا حسن ميتا حيشوا الزنقى فين عشي فين عشي ومشي يعني كمكتش او طيل ولا تنديدوك شكاية تنتقر في الصور وزع بحابي يعني فلو طيل او طيل ولا بزي ما حابي ايش هدك العشاء كيف اجداز ابا حسن ما بقين الله عزا ولا واله مره وده ما بقيناش سننس عشان ما بقيناشوا شراش لها ما بقيناش نعدنا حق نوصله لن نغاء نساكم عاشي ناس ما بقين والو او طيل الأخلاق هي عارف القانون في некоторые مرschزة لن نقول لك ومكيناش سيزاهلى بحالها مكيناش بناتها قباهم لقيت ليهم قلسوا لهيه والله ما يشوفونه و تضربهم و تضربهم اخويا حسن نصولوك و شوفني بصراحة بصراحة مك انسا من يتلحيش للسلقة؟ أقال لك شي واحد في كين عير زيبك والله تبارك ما هي المعاناة اللي تلقيش من يتلحيش للسلقة أبا حسن؟ واش من معاناة رات كلح والله تبرك اللي عاوني و تكلفت بالشكايات والابتدائي والاستيناف عبر البركة دي الله حتى خضيط الأفراق و من نهار خضيط الأفراق ما تنقول لي السلام لك أنت هي زي من اللي تنظر منوك ما تتشوفني شو اخوة الله رحمه و دي الحالة نمت بارتاجوا و هذا اللي فادة باش نتعونوا مع ابا حسن باش يقضوا لي حق الناس المسؤولين كم من لي ابا حسن لانا معاك ابا حسن و القانون و أقصى عقوبة اللي دار شي حازة فوتي اللي دار دار بس هال العقوبة مقدمين دايرينو الرخصة من العمالة دايرينو و شهد الناس هادو مكينش أنا درت شكاية غادي قانوني درت شكاية القيد و يقبوني المقدمين قال لي يا القادية فيها الحبس سبر علينا سيمانا أعطيتهم خمس تسريهم بدر والو درت شكاية الوشي مقدر يا شو طلبوك و طلبوني و راش طلبوك واش لهم قل لي يا الهوى ديال قدت أخذه و الباب سيتسده و ما نمس عاصبر علينا درشي بيها دعوة درشي بيها دعوة ابا حسن ربح شرقاية يا أخوات لك الدار أخوات لي يا الدار ده با هاد سيكاية اللي درتها في ثلاثة و شكاية ما قلعات تزادش عد باشك يا ابا حسن زادت عودتاني ايج دارتك فرقعت الحيط الحيط ها ها ايج دارت الباب و ستدات الدروش باش ما نطلع شهنال الفوقي و قلعت الباب ديال الفوق و دارت لي يا زور معانين هاد الرخص كل ي رخص لها باش تدير هاد الشي و لكن واش أنت ري بحيط تدير يا زور قدام باب دار و تشلق ليعلك الباب ستداته ما شمي حقا يا حسن واش هاد دار هاده بنيا منيا امستعماروا النمرة دياله 32 تاوله و 4 تاوله و 4 تاوله بسم النمرة هاده نعطيوها له هاده في هذه المرأة كل اللي يرخص لها بس تفرق على الباب والباب ديال اللي حيث فيه خمسين سنتيم ديال اللي حزم وفرعاشوا بلا رخصة بلاهوانه بالفلوس خسر الفلوس وجايبه المانوفرية وجايبه التركسات بحسان الناس اللي مسؤولين اللي كانوا كيشوهم فقدها ايه 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 المسؤولين ركاين البلاد عدا قانون فيه ملوصة كينا بسيني قاصمت عرداد يقول لي السحراوة السحراوة عندها قايد وعندها اعوان السلطة يا جورة اللي تزادت يعرفوها هاد الباب هادا تفرق وتسدو هادا الحيوة وتزاد باب تمه وهاد الباب كان باب واحد مشترك من ايه مستعمار حتى الثلاثة وعشرين في الشهر الجوج تفتح هاد الباب وما كانش الحق وانا داباتا نطلعو نهود المحكامة وش السيدة ما كتخافش الله عبا حسان ما بتقول انا نحلف عليها انا نحلف عليها وش ستخاف الله ولا عندها فين ترقد امام الله وليش فاع فيها لو كان جاء باب حسان باش نخشمو لو كان جاء السيدة هادا تطلب منك السماح تطلب منك السماح تسامحا انا نعطيها السوار دي اتدار كلها تتشبعها وشان اعنفنها معايا وتزينها على الخير وتتخليك وتنوض ليك المشاكل وابلا ما تشاور وتدير هادش هادا وعدبتني وصيف طليها الناس انا قبل باش يكون دك شي حبيتة تقول لي هنعل جد و جد المخزن ما معطا اكتاب واحد او موجودك او ان لنا ندفعها موجودك ماذا يقولوا ان الرسالة العخيرة لناها اقصى الناس المسؤولين باب حسان ايب او او ان تقولوا ان الرسالة اخيرة هنالسهم ان تقولون هنالسهم ان تكونوا قابلين اشعروا الناس وكانوا ببدا عن القانون وانا نقلنا بيعان لنا تنبرزتو الحكومات ونبرزتوا القائد والذي يتعاقب ويتحمل مسؤولية وصواعر الدعوة كما تشوف معنا مشاهدين الكرامة دي القصة دي البوحسان اللي انسيبته لا يحضر الزنقه هو ومرته ووليداته فكانوا مجال انسانة لها السيدة إذا كانت الهضر عليك يقول البوحسان بالصح فكانت منه انك تعال جراسك وتشوف ايمن حالك انه تشوف ايمن حال الوليدات هادون على الشيطان لانه كان ملتقى في السلطات المحلية للجماعة السيدة قسم باش انهم يأخذوا الحق للتسيد هذا الى هنا مشاهدين القناة شعب قناة تشوف تفينيس الان هيشت البتش على عمل ان نلقاكم بيتش مباشر اخر شكرا و الى اللقاء